مجزون لهم الأنبام اليمن شباب أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر وصل منها إلى المستشفيات ثمانية وستون شهيدا واربعة وتسعون جريحا خلال 24 ساعة الماضية الوزارة في مجزها اليومي أكدت ارتفاع حصيدة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى ثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وسبعة وتسعين شهيدا ستة وسبعين ألفا واربعمائة وخمسة وستين جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا وأفادت مصادر طبية بارتقاء الطفلة ملاك محمد هنية حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعي الهنية لتنظم إلى ثلة من أبنائه وأحفاده الذين ارتقوا في المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوة الاحتلال في أول أيام عيد الفترة وبحسب المصادر فقد ارتفع عدد من ارتقوا في المجزرة الصهيونية التي ارتكبت بحق أبناء هنية وأحفاده إلى سبعة شهداء في هذه المجزرة وإلى عشرة شهداء منذ بدء معركة طوفان الأقصى هذا واعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي خمسة وعشرين فلسطينيا بينهم فتاة وأسرى سابقون من الضفة الغربية خلال الساعة الأربع وعشرين الماضية وذكر بيان المشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسرى الفلسطينية أن حصية الاعتقالات منذ سابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو ثمانية ألاف ومائتين وأربعين معتقلاً محلياً أفادت مصادر محلية في تعز بإصابة طفل جراء قصف نشنته ميليشي الحوث الإرهابية على مدرية حيفان جنوبية المحافظة وقالت المصادر الطفل أجمل جميل الأثوري البالغ من العمر أحد عشر عاماً أصيب بجراح البالغة في جسده إثرى تطاير شظايا قذفة أطلقتها الميليشيا على القرية في حين كان يتوجد في المزرع الخاصة بأسرته في منطقة الضباب في عزلة الأثور كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن الحرب في اليمن تسببت بزيادة معدلة الفقر إلى أكثر من نصف مشيراً إلى أن اليمن أصبح ضم الدول الأكثر فقراً على مستوى العالم وأضف تقرير البنك الدولي أن اليمن كان في الأساس بلداً فقيراً قبل اندلاع الحرب الحوثية التي خلفت أزمة وأثار وخيمة على الظروف المعيشية على مدى عشر سنوات جعلت خلالها الملايين يعانون من الجوع والفقر إذن هذا ما الذي نحتسع في أمان